الثقافة في خدمة الرياضة هذا ما أرده منظم الدورة التاسعة عشر من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران الجزائرية حيث أعلنت العديد من المؤسسات الثقافية عن جدولة فعاليات تهم الكتاب والمسرح ومختلف الفنون الإبداعية كما نظمت إقامة أدبية تضم أزيد من 14 أديبا من عدة دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط جارب من هذه الفعاليات في التقرير التالي مشهد أدبي يضاف إلى الحركية الثقافية التي تعيشها وهران بمناسبة الألعاب المتوسطية المعرض الوطني للكتاب يرحب بزوار المتوسط من خلال مشاركة لثلاثمائة دار نشر جزائرية تحضر بأكثر من ثمانية آلاف عنوان تتوزع بين الإصدارات الأدبية والعلمية والفكرية تقريبا منذ 16 سنة لم نعش مع هذا الحفل أو هذا الصالون المعرض الوطني للكتاب وجاءت الفلسة والسانحة من خلال ترويج الأعامة الوسطية هذا يتيح لإعادة سياغة المقرؤية الكتاب والمقرؤية في وهران وفي جزائر السفة عامة دعوة عامة بمختلف اللغات للاقتراب من الأدب الجزائري رواية وتاريخاً وجديد الطبع حضر لافت للكتاب الرياضية ميزة هذا المعرض أنه يتزامن مع ألعاب البحر الأبيل المتوسط حيث من شأنه أن يطفي طابع تقافي على الألعاب كما هو معروف أن معرض الكتاب تستقطب المتقفين والسياح والزوار يشارك في المعرض مجموعة من الدور كل حسب تخصصه كتب تقافية عامة، كتب دينية، كتب أطفال، كتب شبه مدرسية وجامعية الشيء المميز أيضاً هو حضور الجمهور لجنح المؤسسة كما عاهدناها دائماً خلال مشاركتنا فالمؤسسة دائماً تسعى لأن ترضي جمهورها وقراءها من خلال عرض في هذه الطبعة عرضنا 900 عنوان 900 عنوان تخص تقريباً جميع المجالات التاريخ، الشهادات، الكتاب الجامعي، كتاب الطفل، كتاب الشباب والقانوني والأدبي تهدف التظاهر التي تحتضنها الكاتدرائية العامة سابقاً والمكتبة البلدية حالياً إلى ترقية الكتاب الجزائري وإفساح المجال أمام المؤلفين واسعاً للتعريف بإبداعاتهم في شتى التخصصات عن طريق فتح أجنحة للبيع بالتوقيع الحديث أكثر مشاهدين عن هذه المبادرة الثقافية يسعدنا أنا صديف من الجزائر العاصمة الكاتب أحمد بن زليخة أهلاً وسهلاً بك معنا في برنامج ضفاف بدايةً لو تحدثنا عن هذا المفهوم الجديد الثقافة في خدمة الرياضة أهلاً وسهلاً مرحباً بكم في جزائر منارة البحر الأبيض المتوسط مرحباً بكم في الجزائر منارة الحريات مرحباً بكم في جزائر منارة الرياضة مرحباً بكم في جزائر منارة الثقافة والأدب أهلاً وسهلاً أما فيما يخص العلاقة الوطيدة التي أراها شخصياً بين الرياضة والثقافة عامة والأدب خاصة أرى أن الرياضة والثقافة والأدب يلعبان دوراً كبيراً في تقارب الشعوب ومعرفة الثقافات المختلفة وكفاناً نذكر أن البحر الأبيض المتوسط هو حوض رأى ميلاد الألعاب الرياضية الأولمبية ورأى أيضاً ميلاد الملحمة المعروفة لديسي لهوميروس وللتذكير فالجزائر لها أيضاً تاريخ حافل في هذا المجال حيث أحييكم أيضاً من بلاد مصطنبعل وهو ملك أمازيغي كان بطلاً رياضياً وشارك في الألعاب الأولمبية القديمة أحييكم أيضاً من الجزائر وطن أفولاي وهو كاتب أمازيغي كتب أول رواية معروفة وهي رواية الحمار الدهبي نعم طبعاً نعود إلى الثقافة والرياضة وكون الرياضة نعم نعود لمفهومنا وهو الثقافة في خدمة الرياضة هل من الإمكان أن نعكس هذا المفهوم حيث تكون الرياضة في خدمة الثقافة لم أسمع السؤال المفهوم الذي تحدثنا عنه وهو الثقافة في خدمة الرياضة هل يمكننا أن نعكسه بحيث أن تكون الرياضة هي التي تخدم الثقافة سيد أحمد هل تسمعوني؟ هل تسمعوني سيد أحمد؟ من الواضح أننا نواجه بعض المشاكل التقنية في الوصول إلى ضيفنا أحمد بن زليخة من الجزائر للحديث عن المبادرة الثقافية المقامة في الجزائر والفعاليات الثقافية التي تقام على هامش الألعاب ألعاب دول البحر المتوسط فعاليات ثقافية مختلفة ومن بينها الأدب والموسيقى والتي تنولناها منذ قليل في فقرة إقاعات وطبعا الرياضة هي لغة الجميع لغة يفهمها كل الشعوب نحاول إعادة الاتصال بضيفنا الكريم أحمد بن زليخة هل تسمعوني؟ الآن نعم نعم أهلا بك من جديد إذن كنا نتحدث عن الثقافة والرياضة كون الثقافة تخدم الرياضة وأيضا أصبحت الرياضة نوعا ما جزء لا يتجزأ من ثقافة العديد من الدول فنحن نتحدث مثلا عن رياضات أصبحت في موروث عدة دول كمثلا مصارعة أثيران في الدول اللاتينية أصبحت من ثقافة هذه الدولة هل يمكننا هنا أيضا اعتبار الرياضة في خدمة الثقافة؟ بدون شك فالرياضة على كل حال هي أولا وقبل كل شيء إذا رجعنا إلى التاريخ فهي تجعل من الناس يذهبون نحو السلم نحو التنافس السلمي فهذا هو أصلا تاريخ المنافسات الرياضية فإذا من جهة هناك ما يسمى بثقافة السلم هذه الثقافة التي تبني العلاقات ما بين الأفراد ما بين المجتمعات ما بين الثقافات والحضارات من جهة أخرى الثقافة لها نفس الدور فإذا سحى القول الرياضة تخدم الثقافة والثقافة تخدم الرياضة خاصة في العالم الحالي ما يسمى بثقافة الأنترنت وكل ما هو منافسات رياضية عن طريق التلفزيون أو وسائل الاتصال الأخرى فاليوم نرى أن الرياضة تخدم بصفة مباشرة كل ما هو ثقافي ونرى أيضا أن كل ما هو فكر ثقافي عليه أن يكون بالاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية للرياضة ولصناعة رياضة إذا سحق القول اليوم نتكلم على صناعة ثقافية فهناك أيضا صناعة رياضية ولكن علينا أيضا أن نتحلى بنوع من من نظرة الإيجابية لهذه الأمور لكي لا تطقى نظرة أخرى تجارية محدة تجعل الرياضة والثقافة يخدمان عالم الربح وعالم الرأس مالية أكثر من أن الرياضة بحد ذاتها ثقافة تكمل الفن والإبداع بحكم أنها متصلة بالذهن هذه الأنشطة التي تقيمونها لمن مواجهة بالأساس كيف يمكن للزوار الأجانب الاستفادة منها خاصة الزوار غير الناطقين باللغة العربية لا هو على كل حال أولا قبل كل شيء تدهور الرياضية الدخمة التي تنظمها الجزائر والتي حضرنا وحضرتم إلى حفل افتتاحها الرائع هي أيضا توفير أجواء مناسبة لهذا العرس الرياضي من الأجواء الترفيه الترفيه سواء من باب الثقافة عامة أو من باب مثلا النشاطات السينمائية فهناك عدة عروض سينمائية فهناك أيضا مهرجانات موسيقية والموسيقى لغة لسان عالمية لا يحتاج إلى ترجمة وهناك أيضا مهرجان مصرحي لمصرح الشارع وهران تعد عاصمة لكل ما يخص المصرح هناك أيضا على مستوى وهران وعلى مستوى الولايات المجاورة عدة نشاطات عدة مهرجانات موجهة أولا للمجتمع للزوار وموجهة أيضا للمشاركين من الأجانب من الإخوة والأصدقاء القادمين من مختلف بلدان حوض البحر المتوسط لأنه عرس ثقافي والرياضي أيضا العديد من الفعاليات الثقافية على جميع المجالات تثري فعلا المشهد الثقافي والرياضي أيضا في الجزائر الكاتب أحمد بن زليخة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة نعم تفضل شكرا لك تحياتي من الجزائر وإلى فرصة قادمة إن شاء الله باللقاء شكرا جزيلا لك شاهدين ابقوا معنا ما زال بحوزتنا المزيد